دكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة النهاردة قال أنه المجلس بيتوجه بنداء لوسائل الإعلام المحلية والدولية والعربية للتدخل لمنع استغلال الأطفال في المظاهرات والنزاعات السياسية وقال أنه المجلس لاحظ خلال الشهر اللي فات أحداث تحتاج لوقفة عالمية لأنه بيتم استخدام الأطفال كدروع بشرية في عدد من المظاهرات الخاصة بمويدي الرئيس السابق أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأمين عام المجلس القومي للطفولة الأمومة كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي كانت أيضا تحدثت فيه السفيرة ميرفت التلاوي النهاردة وأشار إلى حادث الاعتداء على طفل هو اسمه أحمد أسامة نعمان وكان تقدم ببلغ للنائب العام بسبب الاعتداء عليه وكان اشتبه في أنه المعتدي عليه هو وزير الاستثمار السابق في حكومة دكتور شام أنديل السابق ولكن طبعا ده لم يبت فيه على المستوى القانوني حتى هذه اللحظة لكن المجلس القومي للطفولة قال أنه الأحداث أو هذه الأحداث تزرع عنف وكرهية وانقسام في قلوب الأطفال بعيدا أيضا أو نهيك عن المواثيق الدولية اللي بتحرم استخدام أي نوع من الأعمار اللي بتنتمي للطفولة في أحداث أو نزاعات سياسية ولم يتحدث أحد من المجتمع الدولي سوى اليونساف وأصدارة بيان كان متحفز جدا لشاج باستخدام الأطفال سياسيا في مصر وفقا للي قاله الدكتور نصر السيد